موسيقى يكون لدينا تأخر الكلام او لا تأخر النطق ابتداء من 6 سنوات عند الطفل جنة يكون لدينا تأخر من عامين أن الطفل جنة لا يحضر لنا بين 25 حتى 50 كلمة تستطيع أن يكون لدينا تأخر المشاكل لدينا تأخر الجملة عند الطفل جنة لأن الطفل جنة في 3 سنين يكون لدينا جملة صغيرة و في 4 سنين يكون لدينا جملة طويلة سوف يكون لدينا تأخر النطق او لا تأخر الكلام لأننا سوف نرى الأخصائي تقويم النطق في أقرب وقت ممكن أبريل كوفيد يبدو كيف يكون لدينا أولادات تقريباً 80% حتى 85% أو 90% يعانون من هذه الاضطرابات ومثال الأولادات التي يعانون من التوحد لأن لقية كوفيد لم يكن نخرجوا لا يمكن أن نخرجوا أو نمشوا عند العائلة لا شيء لدينا أولادات تلفازات و التلفازات و التلفازات و التلفازات لتأثير الشاشات الإلكترونية على الأطفال لدينا لذلك من المرة كوفيد في الكابينة لدينا الكثير من الولادات التي يعانون من هذه الاضطرابات و الذين يبدو أن يقعون الحمد لله برامج أو أن يقعون الناس أو أن يقعون الاضطرابات أو مشاكل لذلك يبدو أن يبني الحمد لله برامج و سيقعون أن يتزاد لأن الأغلبة تحتاج إلى المرات يريدون أن يتعلمهم و أعطيه التلفوان و يريدون أن يعطيه التلفازات و الان يريدون أن يتعلم توجد أطفال أو أن يتعلم لا يتعلم و يقول بخطة أطفال أو التلفازات لذلك يجب أن يؤثر على الشاشات الإلكترونية وهذا ما يمكن أن يسيب منهم المشروع أثير لدينا الكثير من الترابات، كيف نقول عن ذلك. تغييراً عن الترابات واللغوات والتغيير، لدينا الترابات في التعلم، ما لا يُعالجوا هذا الترابات في النطق، يمكنهم أن يأتي الطفل لنا، لأنني بالترابات في التعلم لأن الطفل لك، يصلت إلى تقريباً ثلاث سنين أو أربع سنين، كنت أخبرني أنه يكون هناك جملة مقلقة، أولا يقول لك جملة طويلة حتى هي ما مقدش فكس قولي راح بتدخل الطفل جالك راح عنده ام بخو بلام خاصنين شوف الاخصائي مني كتشوفي الاخصائي كتكوني تعطلتي لان الطفل جالك في خمس سنين راح دايش ادخليك الليكل دايش غس يكون كي يقول حروف كي يبدأ كي سيبلينا تقريبا دي سيلاب ست سنين سبع سنين يعني كيكون واحد تأخر هذا التأخر مني ما كنكونوش عالجناه قبل هذا ما يمكن انه يؤثر ويؤثر لنا العصر للقراءة ما هو الطفل جالناه ما لا يقراش ما لا يقدرش يقرر لك السيلاب ما لا يقدرش يقرر لك الحروف يعني كيقوله ما انه ما ما يتعالجه قبل ويجبنا نعالجوه دابا اللي وجبه لنا ان نعالجوه ذلك هذا نسميه انجنغال الدرابات اللي كنقولو يعني بالعربية حاجة شا تدالينا في حاجة إذا لم نعرض لن نطق، سوف تقوم بشكل مشكل جدا للتعلم لذلك من الأحسن أننا نعرض المشكل من الأول لن نطحوش مشاكل أخرين أنا كنسمع بثاف هذا السؤال هذا و كنلاحظ بثاف الناس يسؤولون عليه المشاكل التي تتجدون للأطفال يكون لديهم واحد العلاقة مع هذه الإضطرابات لماذا؟ لأننا نرى الأطفال يكون تقريباً طول الوقت وهو مخدامين يدخلون للطر مكيش يقرأ مع ذلك الطفل هذه أول شيء أو عندما يدخل للطر يكون بعض الخطرات و بعض الشجارات التي يكونون مبينة للأطفال هذه المخصمة التي تكون مبينة أولياء الأمور الأطفال تقدر أنها تأطر عليهم أو تأطر عليهم سلبياً ليس إيجابياً أنا مثلا الطفل الجالي لا يهضر منك أبدأ أن أغوط أو يغوط الأب جاله فهذا يقدر هذا الطفل أنه يأطر عليه يقدر أن يسبب لنا التلعاتهم والذي يبدأ يتبلوكاليا في الحرف يبدأ يتبلوكاليا في الحرفة لأنه يخرجها يبدأ يتخلع لذلك دائماً كيف ما نقوله فالآباء لديهم واحدة نقطة التي هي مهمة في التربية للأطفال فإذا كانوا الآباء يعني سوصون دي أطران كيكونوا كعلم كيهضرون على الأطفال جيداً الخصام ضروري منه لا نقولوش لا ولكن باشما نفردنا بوحدنا وما كناش قدام للأطفال باشما البربلم ما كانش غي أضطر لي على الأطفال بحاجة لها تكون سلبية حالة العلاج نحن ضروري خصنا أول حاجة أن نشخص الحالة للطفل فالتشخيص الحالة تكون عبارة على بلان كيف يقولون الناس ما هو بلان عبارة على تحاليل نحن نريد لذلك تكون عبارة على بلان نحاول أن نفعله لكي نعرف ما هو الإضطراب بالضبط الذي يوجده منه نشخص هذا الإضطراب الذي يوجده نرى تقريباً ما هو الحصاص ما هو الحصاص التي نعتبره في الناس هم جوج وماكسمم هم ثلاثة نرى هم جوج الحصاص أو ثلاثة نحاول 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 منه نشخص الحالة نعرف كيف نضع خطة علاجية التي نطبقها لكي تستطيع نتيجة نتيجة المشكلة نتيجة تكون أسرعة يعني ضغية تبقى النتيجة ولكن قدم المشكلة يبقى يطول قدم المشكلة يبقى ويطول وقدم العلاج يكون قليلاً من الأحسن بالنسبة لي أنا كأخي الصائية التي نصحبها من الأبا والأمهات فتحاولوا أن إذا كنتم المشكلة لديوا ليداتكم يبقى تحاولوا أن أعطيهم واحد زجوغ لكي تعرفوا ما هي المشكلة ستطور أو لا ما هي المشكلة سافرة وإذا كنتم المشكلة وإذا كنتم المشكلة من المشكلة من المشكلة ونرى أخي الصائدة للترويدي لكن المشكلة سوف يتزاد